الزمالك بيحدد يوم الاتنين اللي جاي ان شاء الله بإذن الله موعاداً لمعسكر الرجاء ومسحة كورونا تبقى البروتوكول المتبع من قبل الاتحاد الافريقي استعداداً للمواجهة المقبلة الفريق داخل معسكر مغلق الاتنين بالليل زي ما بنتكلم وعقب خوضه المران استعداداً طبعاً للقاء المزمع اقامته اللقاء اللي ساعة يروح وساعة ييجي اللقاء اللي بيتأجل ويروح وانت متعافش وبيتأجل ليه والحقيقة انا هفضل واقف عند نفس النقطة قصة بص العصفورة اللقاء كان المفروض يتلعب في معاده اتأجل بقى يوم واحد وتقالت الاسباب اي ما يكون فيوم واحد من بعدها تاني بيتأجل اللقاء مرة تانية ليوم اربعة والناس مش واخدة بالها والناس عد عليها الموضوع والناس كلها راحت جريت على ماتش النهائي ونسيت انه في ماتش تأجل لمدة 3 ا4 ايام بدون اي اسباب بدون اي اطلاع على تفاصيل بدون اي حاجة هو كده وخلاص والموضوع ده بعيد خالص عن يعني بدى عن اللوايح فين اللوايح يعني فانهي صفحة في اللوايح بتقول لما دولة بتبعت تقول لك احنا عندنا ظروف ما امنيا فبنقول لك لو سمحت خللنا لنهائي بدل يوم 6 خلي يوم 10 فاتقم انت اه 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 اقل له لأ الاجل غير مسمى بعين تيجي تاني يوم تومر مهال ويوم سوعة شو بعين تقوم حوله المعادة التاني من يوم واحد الاربعة جبتاب نين دي يعني غريبة جدا يا مهم النهاردة كان في الموران كان فيه جلسة تحفيزية من باتشيكو تأهيل الرباعي المصاب النهاردة باتشيكو اتكلم معه اللعيبة بيئة الكامل وقال لهم انتوا على قدر المسئولية وكلنا واسقين فيكم وعارفين ان انتوا تقدروا تعملوا حاجة كبيرة وحاجة محترمة لجمهور الزمالك بغض النظر عن اي تأخير فيه اللقاء وبغض النظر عن اي تأجيل فيه اللقاء الوينش اشتغل على البرنامج التأهيلي لو تفتكروا احنا كنا انفرضنا هنا بالشكل كله حياة عندنا فريق اعداد شاطر جدا جدا ونالكم ان الوينش والدكتور محمد اسامة وقلنا لا اجتهاد في الطب الدكتور محمد اسامة قال انه الامر متوقف على 48 ساعة الرشح بتاع الرجبة يقل هنعمل نشوف الدنيا ماشية ازاي ازاي احنا هيبقى فيه تدخل جراحي التدخل الجراحي ده معناه ان الوينش مش هبقى موجود انما فيه امكانية ان الوينش بقى موجود انبقاش فيه تدخل جراحي لما تصفى المية فانا اعرف نشوف كويس فاللعب ممكن يتحامل على نفسه فالواضح انه اللي اختاره الوينش هو ايه اختار انه يتحامل على نفسه عشان يبقى موجود معه ازاي مالك فيه المباراة دي وبالتالي اجلت الخطوة دي بالاتفاق معه الجهاز الطبي ده برضه علشان حضراتكم تكونوا فيه الصورة حزب امام خد تدريبات كده خفيفة بالكرة على هامش المران تحت اشراف عمر المطراوي اخصائي التأهيل محمود علاء تدريبات تأهيلية برضه في الجيم وباقي اللعيبة جاهزة وحتى كمان عبدالشافي لسه شغالين برضه معاه شوية في البرنامج التأهيلي وفي المرحلة الاخيرة اللي فيه المفروض ان شاء الله بإذن الله عدي بقى من الازمة اللي هو موجود فيها الاصابة بكسر في الطرق اشتركوا في القناة